الله فليك و لا. أحدش اللاعب هم من البطولة الوطنية اللاعبين. منير البعض ممكن يشك لك البعض يقول لك أنه كأس الاتحادة في الأخير ما شيء هي رابطة الأبطال يعني. هذه نقدر نرجع لك عليها. نستهدع عليها بسر. معلش نجبد لك الفرق اللي ربحناه هم كما نقول لك. معلش. ليس قولي منيره. نو 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 نسي. أنا مالغان اللي حاب نتحدث عن النقطة هذه. نحجره لنا نقول لك. نحن من الفين و اتنين اليومي الهدف فرق غزية ما قدر يجب هذا الكأس. اليوم يقول عليها ما عايش. هكذا. فعلا. باش نفاهمه. حاجة تانية نقدر نجبد لك فرق تغلب من عليها مثل فرق الانتمسحلي أو الإسماعيلي أو ميداد البيضاوي أو فرق اوانواني والنيجيري أو أفريكاسبور الافواري. وما قدرش نكمل لك هدوما ما هم فرق صغال اللي تتغلب من عليهم. صحيح. هذه أحبت أقول لك. نعم هذه الأندية اللي واجهتها هي أندية عريقة فعلا. محمد حديشاد انت 18 سنة تحت الحراش اعتقد انه ما شاركت في المنافسة الافريقية. ربما البعض يقول انه مشي من حق الرابطة ولا الفاف انه تحرم جمهور ولا حتى لعبين ولا حتى طاقم مسير اجتهد لانه هذه ثمرة الاجتهاد التاعه. سوف نعم نعم الضوء لو جنت الكنداوك سيزان تتخدم باش لعاك بلقك لعبوا كوبدا فريك في السنين شغل هذه شغل ديسيزيون هذه يتحمل مسؤوليتها. لدي ديسيزيون باش كوبدا فريك ما تلعباش. الظروفها عندي فريق شعب الوطن الجزائري عنده إمكانيات الاتحادية جو فنس بلي تعاول الفرق لي تلعب بكوبدافريك مشي باش تحبسها المهمة تحي يتعاول لأندي باش لي تبارتسبي كوبدافريك مشي تبروبوزي لها باش تحبس دي بريفيرنس تحبس أعلاش شو يتحبس باش باتلعبش كوبدافريك باش نكملوا الشامبيونات لديزويت صحيح ماوش أبجيكتيف يلا نعود ونرجع في آخر الحسة إلى هذا الحدث ولكن الآن نذهب إلى الحدث العالمي بعد الفصل الحدث العالمي مونير معليش مشي مشكلة لكن الحدث العالمي سنناقش فيه الجولة الثالثة من ضابطة أبطال أوروبا مونير قاطع تحتوه ما يشعرك مونير تفضل قل لي عادي عادي تفضل لا لا عادي مونير تفضل قل لي أي شيء نعم فريق متر تيبي مازانبي نعم الهاتف يلا عادي إليك الجولة الثالثة من رابطة أبطال أوروبا الأندية الكبيرة برشلونة وأيضا ميلان بوريسيا أرسنال نشوف البداية نبدأ بالريال من يوسف نعم نبدأ بالريال مباراة الريال جوفنتوس مباراة فاز فيها ريال دو مادريد محمد مباراة قوية بين عملاقين في أوروبا الريال قدر يحسم المواجهة لصالحه وعودة كسياس سأعود إلى عودة كسياس الآن كريسيانو تفضل نعم و أعتقد أن أتركوا في المشاركة حمد أنك كحارس سابق ضجة كثيرة أثيرة حول الحارس كاسياس الحارس كاسياس الآن قسم لهم المشاركة واحد يشارك في المنفسة الخارجية هل تحس أنه شيء عادي بالنسبة للواحد مثلك كاسياس؟ ما تنسى من المنتخب الإسباني على بواب كأس العالم كاسياس باش يلعب كوب ديمان دي كونتو تيلار يجب أن يلعب للماتش خاصة مع التشبت دالبوسكي دالبوسكي كاسياس يجب أن يلعب للماتش باش يكون كوب ديماند باش يكون يخمم باش يلعب باش يكون أبت بلا كوب ديماند ولو لا يلعبش نعم إلى المباراة الثانية برشلونة حتى الفرق العريقة من برحش إسبانيا برشلونة أيضا برشلونة ميلو مباراة قوية مونير أيضا مباراة انتهت بالتعادل بين أيضا عملاقين يعني ميسي أوروبينيو مونير تفضل؟ لابت مقابلة لابت بين فريق ميلو أسي وفريق برشلونة وكما كنت تتعادل فريق ريال مادريد وفريق البرصا تمتعوا في دو ماتش ديسيزيف لهم ويتلاقوا عندهم الكلاسيكو نرى شخفوه برشل برصا وميلو يكونوا مقابلة ملاعو يكونوا فيهم أهداف تكون فيها البطارة؟ مباراة عرفت أيضا عودة كاكا كاكا هذا الذي بين قوسين تبحر يعني في الريال عودة إلى ميلو البيتو القديم قدر يتقلق فيه ولكن يعني الموبا الضربة الأخيرة إلى روبينيو تم ريالة حاسمة نعم وأعود أرجع للبيت وما أخبرش أنه كما أقول كبان فريق ميلون وخرج ونرابط الأبطال معه وخرج أحسن لاعب وأعود أرجع للبيت وأعود لقالية الريبارت أو أعود لقالية في ميلون نعم إلى نائب بطال النسخة السابقة بوليسيا دورتموند والمباراة مع أرسنال بوليسيا حسمها محمد حنيشات بوليسيا على كل حال أرسنال فريق هذا الموسم ليس أرسنال الموسم السابقة بالتعاقدات الأخيرة إن هزم أمام فريق أيطان ألماني جدي كثير يعني تفضل أعتقد أنه أعتقد أن يتبع لقالية الريبارت بوليسيا دورتموند في المتحة أمام أرسنال أعود لقالية الريبارت أمام أرسنال أعود لقالية الريبارت أمام أرسنال بالنسبة لقالية الريبارت بالنسبة لقالية الريبارت أيضا نابولي الإيطالي هذا الفريق الذي أيضا قام بتعاقدات مارسيليا هذا الفريق لم أبرس كثير نبقى معك محمد الفريق مع البطولة الفرنسية وكأنها ضعيفة مخارجيا محمد ما هذا الفريق أشتركت أمام أسمع أنه فرنسية ما هذا الفريق من ٱنا دورتم على القائم بالنسبة لقالية الريبارت في المتحة على كامل سنتجهة كل جدود فيلمسشر كثير وقالية الريبارت لا يوجد جتين في المتحة Ó لكوب دورب ولي عودوا له عن فورت مدرب عنده خبرة كبيرة خاصة في رابط الأبطال حتى تعاقدات لقمتها يقوائيين ولعبين أيضا مميزين يوجب وتلت لعبين كانوا نشروا فريق ريال مادريد فعلا فعلا إذن يوسف نذهب إلى البياجي نعم نذهب إلى البياجي هذا الفريق الذي قام بتعاقدة كبيرة أيضا البياجي اللي برز بشكل ملفت للانتباه البياجي ضرب الخمسة يا محمد خمسة مهاجم خمسة وزلطان بربعة فعلا وبطريقة جميلة جدا للأهدف هذه هل تحس محمد أن زلطان إبراوموفيتش مستواه هالي على البطولة الفرنسية سيسير رأي حالي مالغريرون في الكيب ناشونال لما يمركي دي بيت كي فريمون كما قولوا عودري برينالا جنس تا ولي بلك اللي بيت لماركي هم توجر يخليك تشفى لهم بايموفيتش هي سيسال ومالغريرون في البياجي ومالغريرون في الليك شامبيون يحفزهم باش يلعبوا في الليك شامبيون ويمكن جدا أن لا نشهد إما زلطان أو كريسيانو واحد منهما سيغيب عن بطولة كأس العالم نذهب إلى حامل نسخة المتوج بالنسخة السابقة باير مينيخ أيضا فاز بالخمسة خمسية كاملة لباير مينيخ باير مينيخ مونير دوب في نفس المستوى العالي ذهب مدرب توجه بالثلاثية الآن مدرب صحيح عنه غوارديولا ولكن مهمة صعبة جدا ليه ولكن مستوياته مميزة أيضا في البطولة الخارجية أو حتى الداخلية صعبة لكن استقرار تعلق اللاعبين فريق باير مينيخ معروف الألمان معروفين بالاستقرار وهم لما جاء غوارديولا راح يجيب معاها كما يقول نوفل ميطود لهم لأنه كان عندهم مدرب ألماني ذو كان عندهم مدرب إسباني كان قام بنتائج كبيرة مع فريق بارسولون وحطم أرقام قياسية نظن الناس راح تخدم تخدم كما يقول خمسة صفر بايار على فيكتوريا بازلتشيكية وأيضا إلى مونشستر سيتي هكذا يوسف نعم مونشستر سيتي آخر مباراة نذهب إليها مع آخر مباراة حتى نذهب إلى الجزء الآخر مع سياسكا موسكو نعم